بس مش كل الناس يا محمد بيقدروا يعملوا الكنترول ده يعني بيني وبينك أنا بزعل الناس كتير بتزعل يعني أنا بشوف كومنت مكتوب شتيمة فيا فأنا بزعل يعني طب إنتي يعني ليه بتشتميني؟ يعني إنتي ما تعرفينيش فبرضه ما أقدرش أنكر عشان تعرفني صريحة ما أقدرش أنكر إن الموضوع ده بيقزمك نفسيا كده تحس كده بغصة اللي هو ليه طيب هو وجر الفيديو تاني طب هو أنا قلت يا عشان أتشتم معين في المقابل بتشوف ناس فئة معينة في المجتمع بيقولوا أي كلام وهلسه وتفاهه وكل حاجة وتلاقي عندهم ملايين من المتابعين وعملين يطبلوا فساعات الواحد يقدر يعمل كنترول إن أنا مش هتأثر وأنا دولا معرفهمش أصلا يعني بدخل على البوستة لقي زيرو زيرو بوست أصلا فيك كده تحس الناس مش موجودة في الحياة لكن وفي ناس تانية كلامها ممكن أقول إيه في الاعتبار لو زميل لو حد من الإعلاميين الكبار اللي هم أصق في كلامهم لكن بنتأثر يعني عايز أقولك ساعات لا بنتأثر عشان كده مش مطلوب برضو إن إحنا ندي وقت كتير الوقت ده مورد طاقة محدود يعني في موارد طاقة متجددة زي مثلا الفلوس ده مورد طاقة متجدد يعني حتى لو أنا ما معيش فلوس دلوقتي ممكن بكرة بقى معايا فلوس وفي موارد طاقة محدودة الوقت ده مورد طاقة محدودة أنا عندي 24 ساعة ربنا بديهم لي والإيمان والكل الناس اللي موجودين في الدنيا لو أنا معرفتش أستغل اللي 24 ساعة دي يبقى أنا بهضر الموارد المحدودة بتاعتي فال24 ساعة ديول لما أنا عادة ضيع وقت كبير في أن أنا أقرأ تعليقات الناس وأقرأت رأيهم في وكلامهم علي أنا كده بهضر في المكان الغلط في المكان اللي مش مفروض إن أنا أقضي فيه وقت كتير ينفع أقضي فيه وقت طبعا ومهم عشان أطور من نفسي لكن برضو مش أكتر من اللي زوم يعني أنا بالنسبة لي ساعات كتيرة لقيت تعاليقات سلبية مثلا زي أنت مع الست معين أنا يعني أنا عم ألاقي الرجالة زيهم زي الستات وأنا بخدم الرجالة والستات بقى لسنين بس مثلا ممكن يكون واحد يروح داخل كاتب لتعليق هل أنا فعلا بدي له وقت أزيد من اللي زوم الموضوع بياخد معادي اقتين تلاتة وبسأل نفسي شوية أسئلة مين ده وبيقول إيه وهل أنا فعلا بعمل دوت لا خلاص يلا إنسى في حتى لو التعليق سلبي بسيبه لو لقيت بقى فيه نوع من أنواع الهجوم والشتيمة بعمله هايد عشان نفسي أكتر من كده بدأتين أعود أفكر فيه ما بديش مساحة لنفسي أن أنا أفكر في الموضوع لأن أنا اللي هتعب وأنا اللي هتداير أنا مقدرش أسيطر على تصرفات الآخرين وعلى ردود أفعالهم لكن أقدر أسيطر على طريقة رد فعلي عن الموضوع سيطر على نفسي أنا بالزبط كده أنا على البوست أو على الشتيمة أو على الطاقة السلبية اللي جايالي هو الطاقة السلبية دي أصلا عبارة عن إيه يا مين؟ أنا عايزة أقول لك أن أنا عدت يومين يا محمد في اكتئاب بسبب جملة تحطت لي على بوست على الإنستجرام يومين والله يومين فأنا بعترف أهو أني فيه ستات كتير زي وفيه ناس كتير زي مش هقول لك بقى أنا بطل الأبطال وأن أنا خارقها وأن أنا لأ أنا زي زي اللي بيتفرج دلوقت فاللي هو زي المتحققين وزي الرضيين اللي تشتموا زي كل الناس اللي بيجي لها طاقة سلبية يعني إحنا كلنا مع بعض في نفس المركب طبعا فأي حد بينجح أي حد بينجح هيتعرض لهجوم وهيتعرض للتنمر وهيتعرض لسوق فهم ودي ضريبة وتمن وعلى فكرة الكلام اللي احنا كنا بنقعد نسمعه وإنت علشان ده كلام بجد طبيعي العين ما بتحبش البني آدم الناجح لأن ده بيدرب في يعني في تعبي لا بيدرب في تعبي لا أنا ما يدربش في تعبي لا أنت مع احترامي مش عاوز أقولك الكلام ده بس أنت ما تديش المواضيع دي أكبر من حجمها فعلا تطيق بصي حلوة دي طريق تفسيرك للمواقف يا من هي اللي بتحدد استقبالك للطاقة اللي جاء من بره لو أنا بستقبل الموقف النهاردة أن اللي بيكتب ده بني آدم مش فاهم بني آدم قليل الأدب بني آدم طريق تفسير غير لما أستقبل الموقف بطريقة أنه هو ما أقدرنيش أنا كده بتوقع من الآخر توقعات يعني مبنية على شخصيتي أنا أن أنا شخص زوء أو بأقدر الناس كلها فاهمت لا ما هو مش كل الناس زوء في ناس عندهم مشاكل نفسية حضرتك توقع زي ما أنا بأقدر محمد محمد يقدر يعني فعش التوقعات واحد من أكبر إحنا عندنا ثلاث حاجات خلينا بس نتكلم عشان داخلنا في الجد محمد ابتدى يدخل في الجد ثلاث حاجات دول التاقة السلبية كلهم يجتمعوا في الثلاث حاجات دول عندنا الغضب وولاده وعندنا الخوف وولاده وعندنا الحزن وولاده